موسيقى موسيقى أنا ليس أصدق كلام يسوع المسيح لأنه فعلا برهن أنه هو شخص حي يتواصل ويتفاعل تصور المسيح اللي مات على الصليب هو المسيح الذي قام من بين الأموات ولأنه المسيح حي قام من بين الأموات فإذا ما نصدق شخص ميت أم نصدق شخص حي ثم لأي شخص يدعي النبوة ما هي الأدلة وما هي الإثباتات التي تبرهن على صدق الدعوي تعرف حبائي هذه مسئولية عظيمة جدا لأنه بكل صراحة مش المثل المعروف كل الطرق بتودى على الطحونة ولا كل الطرق بتودى لرومة ولا كل الطرق أو كل الدينات بتوصلنا للسماء أحبائي لا الله للأسف يعني بقول هذا الشيء بكل محبة لكن بكل صراحة الله ما عنده طريقين الله عنده طريق واحد الله عنده باب واحد عنده خلاص واحد عنده دعوة واحدة عنده شخص واحد إما أن ندخل ونكون في شخص المسيح أو أن نكون خارج عن دائرة يسوع المسيح الدخول في شخص يسوع المسيح هو بكل بساطة الإيمان بيسوع المسيح وما فعله على الصليب وقيامته من بين الأموات التي أعطت مصداقية لصدق دعوه قلت أنا بصدق كلام يسوع لسبب تتميم النبوات واحد وأيضا بسبب قيامة يسوع من بين الأموات ثم حياة المسيح الخارقة المعجزية حياته الأخلاقية لم يفعل خطيئة فهو الشخص الكامل ثم أحبائي هذه الكلمات تبرهنت بالآيات والمعجزات التابعة ثم تعليم يسوع المسيح المغير بيثبت وبيعكس شخصية يسوع المسيح وهذا ليس كلاما أن أدعوك أنك تقرأ الكتاب المقدس العهد الجديد تقرأ عن حياة هذا الشخص الفريد الرائع المجيد شخص الرب يسوع المسيح موسيقى